هنا في فيتنام وفي مناطق أخرى كثيرة من آسيا تزدهر تجارة مسحوق حليب الأطفال وتوجد من بين العلامات التجارية الكبرى السويسريتان هوخدورف للألبان والعملاق نيسلي للمنتجات الغذائية بالنسبة لنيسلي التي تحتفل هذا العام بذكرها المئة والخمسين لا يزال هذا المنتوج مربحا جدا لا يزال هذا المسحوق يحظى بأهمية قصوى في محفظتنا الاستثمارية حتى أننا نجدد التزامنا وجهودنا في هذا المجال فالأيام الألف الأولى من حياة الطفل تشكل أساس صحته لبقية عمره لنيسلي تقليد عريق في تحضير المنتجات الخاصة بالردع وكان هنري نيسلي أول من طور أغذية الأطفال بالحليب عام 1866 وبدأ في تسويقها وسرعان ما تم تصدير المنتوج إلى الخارج وأصبحت مؤسسته شركة متعددة الجنسيات وفي السبعينات وجه المنتوج الكثير من الانتقادات ونشرت منظمة الحرب على الفقر كتيبا يقول إن استراتيجية نيسلي الشرس لتسويق بديلها عن حليب الأم مسؤولة عن موت الأطفال في بلدان العالم الثالث وأن استخدام مصحوق الحليب مع ماء ملوث أو في زجاجات متسخة غالبا ما تسبب في حالات إسهال حد وحتى في وفاة الرضع وترجم نشطاء سويسريون الكتيبة إلى الألمانية لكن نيسلي رفعت ضدهم دعوة بتهمة القذف وبعد محاكمة دامت سنتين حكم على النشطاء بدفع غرامة بتهمة التشهير لكن القاضي قال إنه يتعين على نيسلي تغيير أسليب الدعاية التي تنتهجه بشكل جدري منذ ذلك الحين فرضت منظمة الصحة العالمية أن يحمل المنتوج إشارة تقول إن حليب الأم والرضاعة الطبيعية ذلاني الأفضل لصحة الطفل خلال أشهر الستة الأولى لكن منظمة غير حكومية أشارت في تقرير لها إلى قائمة تشمل خرقات لهذه التعليمات وبالنسبة لباتي روندان المشاركة في تحرير التقرير فإن إجراءات نيسلي لا تزال غير كافية لا تزال نيسلي أكبر منتج للبديل عن حليب الأم ولكنها لا تلتزم بالتوصيات الدولية الصادرة عن جمعية الصحة العالمية في كل مرة لا تلبي هذه التوصيات وتعرض حياة الأطفال للخطر نيسلي تنفي هذه المزاعم وتقول إنها متمسكة بتوصيات منظمة الصحة العالمية من الواضح أن حليب الأم هو الأفضل ونحن ندعم هذا وأعتقد أننا أكبر مروج لهذه الرسالة في العالم هذه حقيقة ولكن إذا استحالت الرضاعة الطبيعية لسبب أو لآخر فنحن نوفر منتوجا جيدا لكنه لا يزال منتوجا مربحا جدا تجاريا بحيث تصدر نيسلي معظم مصحوق الحليب المجفف إلى بلدان ذات معدلة مواليد مرتفعة اشتركوا في القناة